بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نستكمل مع بعض دروس اختبارات الفروض وسنأخذ في هذا الدرس اختبار تي لمعنوية الفرق بين متوسطي مجتمعين للعينات المستقلة T-Test of Significance for Twin Dependent Samples اختبار تي لمعنوية الفرق بين متوسطي مجتمعين بيشترط أكيد أن المجتمعين يكونوا طبيعيين وتكون العينات مستقلة وليست معتمدة على بعضها إذا كان لدينا مجتمعين لكل منهما توزيعا طبيعيا والاختبار معنوية الفرق بين متوسطي المجتمعين نختار عينتين عشوائيتين من المجتمعين العينتين بيكونوا مستقلتين أي أن العين المختارة من المجتمع الأول ليس لها تأثير على العين المختارة من المجتمع الثاني والعكس فإذا كان متوسط المجتمع الأول ميو واحد وتباينه سجما تربيع واحد ومتوسط المجتمع الثاني ميو اثنين وتباينه سجما تربيع اثنين إذا كانت كل من سجما تربيع واحد وسجما تربيع اثنين مجهولتان ولكنهما متساويتان نتذكر مع بعض وإحنا بنتكلم عن التقدير بفترات ثقة مرت علينا هذه الحالة أن التباينين متساويين ولكني لا أعلم قيمتيهما في هذه الحالة بنصيغ اختبارات الفروض على أربع خطوات كما فعلنا في الخطوات أو في اختبارات الفروض السابقة فرض العدم دائما أبدا يوجد في التساوي ميو واحد بتساوي ميو اثنين وطبعا كلنا عارفين أنه أقدر أقول يبقى ميو واحد ناقص ميو اثنين يساوي صفر طالما أنهم متساويين الفرض البديل هو واحد من الحالات السلاسة إما أنه يكون لا يساوي أو يكون أكبر منه ده يبقى اختبار زوطرف أيمن أو يكون أقل منه ده يكون اختبار زوطرف أيصر فإن إحصائية الاختبار هي في هذه الحالة سنستخدم إحصائية الاختبار تي طالما أن التوزيعين طبيعيين وطالما أن التباينات مجهولة والعينات مستقلة وأحجام العينات ستكون أصغر من 30 الصيغة أو قانون أو توزيع تي قيمة إحصائية الاختبار المتعلقة به ستحسب من العلاقة اكس بار واحد ماس اكس بار اتنين المحسوبة أو المعتمدة على العينتين ناقس ميو واحد ناقس ميو اتنين اللي بتكون موجودة فيه الاتش زيرو واللي دائما أبدا بتكون بتساوي الصفر مقصومة على sB لو فكرين sB ده اللي هو الانحراف المعياري المشترك بين العينتين في جزر واحد على n واحد زايد واحد على n اتنين حيث اكس بار واحد متوسط العينة الأولى من المجتمع الأول ميو واحد وسيجمة تربيع واحد هما المتوسط والتبايم للمجتمع الأول اكس بار اتنين متوسط العينة من المجتمع الثاني متوسط وتباين المجتمع الثاني هو ميو 2 وسجمة 4 2 إنه 1 عبارة عن حجم العينة المسحوبة من المجتمع الأول إنه 2 عبارة عن حجم العينة المسحوبة من المجتمع الثاني Sb أو الانحراف المعياري المشترك لو نتذكر كان بيحسب من العلاقة حجم العينة الأولى ناقص 1 مضروبة في تباين الأولى Sb1 زائد N2 ناقص 1 مضروبة في تباين العينة الثانية Sb2 على حجم العينة الأولى زائد حجم العينة الثانية ناقص 2 تحت الجزر لإنه بقول عايز أحسب الانحراف المعياري لو كنت بحسب التباين كنت وضعتها بدون الجزر وكانت هنا الصيغة كانت تباسين Sbb بافتراض صحة فرد العدم H0 إحصائية الاختبار بتكون X bar 1 ناقص X bar 2 زي ما بنقول على Sb مضروبة في 1 على N1 زائد 1 على N2 وهذه الصيغة أو الإحصائية بتتوزع بتوزيع T بدرجات حرية N1 زائد N2 ناقص 2 ومستوى معنوية إما ألفا أو ألفا على 2 على حسب نوع الاختبار